السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون حل نظام من معاذلتين خطيتين بيانية للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني سنقوم بحل فقرتين تأكد وتدرب وحل المسائل نبدأ بفقرة تأكد استعمل التمثيل البياني المجاور لتحديد ما إذا كان كل من أنظمة المعادلات الآتية متسقا أم غير متسق ومستقلا أم غير مستقل نبدأ أولا بسؤال واحد سؤال واحد طبعا عندي صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد واحد وهو باللون الأزرق ثم عندي صاد يساوي ثلاثة سين زائد واحد باللون الأحمر طبعا هنا نلاحظ في هذا السؤال أنهما يلتقيان في نقطة واحدة إلا باللون الأزرق هذا هو سالب ثلاثة سين زائد واحد إلا باللون الأحمر في نقطة واحدة هذه هي النقطة إحنا قلنا إذا التقى له حل واحد على الأقل نقول عنه متسق إذا له حل واحد فقط مستقل إذن بيكون هذا النظام راح نقول عنه متسق دائما إحنا قلنا إذا إليه نقطة واحدة متسق ومستقل هذا بالنسبة إلى رقم واحد رقم اثنين أيضا عن طريق الرسم يساعدني ثلاثة سين زائد واحد إلا باللون الأحمر مع سين ناقص ثلاثة إلا باللون الأخضر إذن بيكون الأزرق عفوا عفوا بيكون الأحمر مع الأخضر في هذه النقطة في هذا المكان الأحمر مع الأخضر إذن نقطة واحدة أيضا يكون متسق ومستقل سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة عندي صاد يساوي سين ناقص ثلاثة وهي إلا باللون الأخضر مع سين زائد ثلاثة باللون البنفسجي هنا أيضا طبعا بيكون عندي الأخضر مع البنفسجي متوازيان شوف إحنا قلنا إذا يصيروا متوازيان يكون غير متسق لا يوجد حل فيكون غير متسق إذا كتبنا غير متسق يعني متوازيان إذا نقول له غير متسق هل يقدر الطالب يكتشف هذا الأمر بدون التمثيل؟ نعم يقدر إذا كانت المعادلتان مرتبتان مثل هذه صاد يساوي صاد يساوي نشوف عامل السين كم هنا عامل السين واحد وهنا كم عامل السين واحد إذا كان العوامل إلى المعادلتين لهما نفس القيمة موجب واحد مع موجب واحد أو سالب خمسة مع سالب خمسة متساويين نقول عنهم متوازيان ويكون ليس لها حل هذه المعادلة ويكون نظام الحل غير متسق هذا إذا كان عوامل السين متساوية لازم تكون المعادلة ماذا؟ مرتبة طيب ننتقل الآن إلى سؤال أربعة سؤال أربعة نرجع أيضا إلى وين؟ إلى الرسم سؤال أربعة عندي سين زائد ثلاثة اللي باللون اللي بنفسجي مع سين ناقص صاد سين ناقص صاد يساوي سالب ثلاثة طبعا هذا هو نفسه لبلون الأخضر له سؤال كم؟ أربعة خلنا نتأكد الآن سين ناقص صاد يكون متوازنان لكنهما في نفس الوقت منطبقان شبه لازم نلتفت لهذه النقطة كيف؟ المعادلة هي في الأساس صاد يساوي سين زائد كم؟ ثلاثة نلاحظ أنه طبعا قام بنقل الصاد إلى هذا الطرف وقام بنقل الثلاثة إلى الطرف الثاني هو نفس المستقيم غير فيه فحرك الصاد للجهة الثانية الصاد كان موجب حرك إلى اليسار صار عنده سين ناقص صاد وحرك الموجب ثلاثة من اليسار إلى وين؟ إلى اليمين أصبح سالب ثلاثة شوف أعطاني هذا هو نفس اللي تحت فهو نفس وين؟ نفس المستقيم فهذا ينطبق على هذا فهذا هو اللي هو بيكون سين زائد ثلاثة هو البنفسجي ينطبق على نفسه البنفسجي هنا بيكون نقول عنه متسق ليش متسق؟ لأن المتسق له حل واحد على الأقل أو مجموعة من الحلول إذا كان المستقيمان ماذا؟ منطبقان على بعضهما البعض نقول عنه متسق لكن هل هو مستقل؟ لا ليش؟ لأن المستقل له حل واحد فقط فهنا واش بيكون نقول عنه؟ فقط من نقول عنه متسق متسق وغير مستقل هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التمارين عندي المجموعة التالية مثل كل من أنظمة المعادلات الآتية بيانيا وأوجد عدد حلوله وإن كان واحدا فاكتب خلنا نشوف الآن النظام الأول راح نحل سؤال خمسة وستة طبعا نوعا ما بالتفصيل باقي الأسئلة راح نحلهم إن شاء الله بشكل مختصر تحسبا للوقت فهو يكفي طبعا نفهم على الأقل مثالين والباقي طبعا يكون الطالب بإمكانه يحلهم طبعا كتطبيق نبدأ الآن بسؤال خمسة طبعا إذا طلب مني حل نظام لابد أولا من تكوين زوجين مرتبين إلى وين؟ إلى المستقيم الواحد وهذا أيضا بيكون راح نمثل ليه أيضا زوجين مرتبين في البداية الطالب للمستقيم الأول ياخد الإحداث السيني مرة صفر ومرة الصادي ماذا؟ صفر فإذا كان الإحداث السيني صفر بقى عنده صادي يساوي كم؟ أربعة هذه النقطة الأولى وإذا كان الصاد هو الصفر طبعا هذا بيروح إلى الجهة الثانية الموجة بأربعة يصير سالب كم؟ أربعة فهنا بيكون سالب أربعة مع وين؟ الصفر هذا إلى وين؟ المستقيم الأول المستقيم الثاني نفس الطريقة راح أخذ مرة السين صفر الإحداث السيني مرة الإحداث الصادي هو الصفر إذا كان الإحداث السيني هو الصفر يعني هذا كله راح يكون صفر الصاد كم تساوي؟ سالب أربعة بهذا الشكل ثم بعد ذلك نقول إذا كانت الصاد هي الصفر راح نقل سالب سين للجهة الثانية يصير سين سين يساوي كم؟ سالب أربعة بهذا الشكل الآن نأخذ كل مستقيم لوحده نرسم كل مستقيم لوحده دعنا نشوف النقطة الأولى صفر مع الأربعة هذا هو الإحداثي هذا هو له السيني وهذا وين؟ الصادي طبعا هنا بيكون موجب هنا سين سالب صاد موجب صاد سالب نبدأ أولا بهذا الزوج الأول مع هذا هذا مع هذا يكونه إليه نقطتين أوصل بينهم يتكون عندي المستقيم صاد يساوي سين زائد أربعة راح نأخذ أولا صفر مع الأربعة صفر مع الأربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه صفر مع الأربعة ثم سالب أربعة مع الصفر سالب أربعة في سين واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى اليسار صفر هنا مكانه ما يتحرك ثم نقوم بالتوصيل بين النقطتين هذا هو المستقيم وصلنا بينه ثم بعد ذلك نرسم المستقيم الثاني تشوف الآن صفر سالب أربعة هذه صفر سالب أربعة في الأسفل واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه سالب أربعة النقطة الثانية سالب أربعة في سين مع الصفر بتكون وين نفس هذه النقطة هذه النقطة شوف اللي كبرناها الآن نوصلها بهذه النقطة شوف الآن ويش اللي صار عندي إنه تقاطعوا في نقطة واحدة فقط هذا ويش يكون النقطة هذي كم هذي النقطة هي سالب أربعة وصفر حل النظام حل النظام هو هذه النقطة سالب أربعة مع وين صفر إذن للنظام حل واحد فقط هذا ويش نسمي إليه حل واحد متسق ومستقل إذن نقول ليه متسق ومستقل هذا بالنسبة إلى سؤال خمسة نحاول سؤال ستة نختصر نطلع الأزواج المرتبة بشكل سريع الزوج الأول مع الثاني أولا السين صفر إذا كان السين صفر الصاد كم تساوي ثلاثة إذا كان الصاد هي الصفر السين بتكون سالب ثلاثة المستقيم الثاني إذا كانت السين هي الصفر فبيكون الإحداث في السين يعني هذا كلها صفر صاد يساوي كم أربعة هذا هو إذا كان الصاد هو الصفر يعني هذا هذا هو الصفر ننقل هذا إلى الجهة الثانية يصير سالب أربعة وهنا عندي ثنين سين قسم على ثنين على ثنين سين يساوي سالب على موجة بسالب اثنين يكون عندي هنا سالب اثنين بهذا الشكل فكوننا الآن اللي هو النقاط الأربعة أو الأزواج المرتبة الأربعة نشوف الأول صفر مع الثلاثة الصفر من السين هذا هو السين وهذا الصاد الصفر والثلاثة من الصاد واحد اثنين ثلاثة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية سالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة من السين إلى اليسار يعني واحد اثنين ثلاثة مع الصفر في هذا المكان طبعا هذا وشل اللي راح نساوي فيها نوصلهم إيا بعض ثم بعد ذلك نشوف الآن المستقيم الثاني المستقيم الثاني بيكون صفر مع الأربعة هذا صفر مع الأربعة بيكون هنا فوق فوق هذه النقطة ثم بعد ذلك نقول له النقطة الأخيرة سالب اثنين مع صفر هذه سالب اثنين صفر نوصل النقطتين شوف الآن نوصل النقطتين شوف الآن التقاطع بيكون تقريبا في هذه النقطة شوف نقطة واحد هذه هذه النقطة هذه النقطة تساوي سالب واحد واثنين هذه نظام الحل نظام الحل هي سالب واحد لحداثي السيني سالب واحد اثنين ايضا هذا النظام راح نقول عنه هذا النظام له حل واحد نقول عنه متسق مع وين مستقل متسق و مستقل هذا بالنسبة إلى سؤال خمسة وسؤال ستة ننتقل الآن إلى سؤال سبعة قراءة يقرأ كل من صالح وعبد الله قصة طويلة كما في الشكل المقابل قصة طويلة هي الرواية اكتب معادلة تعبر عن عدد الصفحات التي يقرأها كل منهما طبعا راح نمثل عدد الصفحات بصاد ورح نمثل طبعا هذه الأوراق طبعا الصفحات الكاملة بيكون بصاد المجموع الكامل صالح بالنسبة إلى صالح رح نعبر عنه مثلا صالح رح نقول له المعادلة الأولى صالح يساوي رح نقول له صاد يساوي كم يقرأ صالح خمسة وثلاثين ويقرأ عشرين صفحة يوميا ما أنه قرأ العشرين يوميا يعني عشرين سين عشرين سين هو يقرأ أساسا كم قرأ صالح خمسة وثلاثين يعني زائد خمسة وثلاثين هذا بالنسبة إلى صالح بالنسبة لعبد الله عبد الله طبعا عدد الصفحات رح نشوف قرأ خمسة وثمانين ويقرأ عشر صفحات يوميا يعني عشرة سين هذا يوميا زائد هو قرأ في الأساس خمسة وثمانين قال لي يمثل كل معادلة بيانيا مثل ما سوينا طبعا نفترض مرة سين صفر ومرة نقول عن الصاد هي الصفر وهكذا ونطلع الجواب خلنا نشوف الآن أولا في البداية في البداية طبعا رح ناخد اللي هو عشرين سين زائد خمسة وثلاثين عشرين سين زائد خمسة وثلاثين اللي هو صالح نقول له صالح صاد يساوي عشرين سين زائد خمسة وثلاثين مرة رح ناخد السين صفر ومرة رح ناخد الصاد هي الصفر إذا كانت السين هي الصفر رح تكون الصاد كم تساوي خمسة وثلاثين طبعا احنا اختصرناها كوننا الطالب يعرف إذا كانت الصاد هي الصفر طبعا رح ننقل رح تصير عشرين سين يساوي سالب خمسة وثلاثين أقسم الطرفين على عشرين سين يساوي على خمسة فيها سبعة على خمسة فيها أربعة هذه طبعا يطلع فيها واحد وخمسة وسبعين بالمئة إذا نكون بالسالب طبعا لأن السالب على موجه بسالب واحد فاصلة خمسة وسبعين يعني ثلاثة أربعة يعني اثنين إلا أو نقول له واحد وثلاثة أربعة بالسالب فهذا بيكون سالب واحد فاصلة خمسة وسبعين أو واحد وثلاثة أربعة يعني قريب الاثنين ثم بعد ذلك طبعا نقوم بإيجاد المعادلة الثانية عبد الله وبعدها نشوف ما توقع من الأسئلة طبعا عندي صاد يساوي بالنسبة إلى عبد الله عشرة سين زائد خمسة وثمانين إذا كان السين صفر هذا السين صفر صاد يساوي كم؟ خمسة وثمانين إذا كان الصاد هو الصفر يعني هذا الصاد صفر راح تنتقل خمسة وثمانين إلى الجهة الثانية سالب خمسة وثمانين وهنا عندي عشرة ونقسم الطرفين على عشرة بهذا الشكل سالب على موجب سالب وهنا عندي طبعا ماذا؟ سين إذن هنا بصير السين تساوي سالب ثمانية ونص سالب ثمانية ونص خلنا نشوف الآن طبعا بالنسبة للتقسيمات بأنه عندي أعداد كبيرة خمسة وثمانين وخمسة وثلاثين فوين موجودة هذه؟ في الصاد راح ناخذ هذه كما هي هنا راح نقول واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أشرة لكن هذا راح ناخذه عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة علشان يكون يتناسب الإحداثي السيني نخليه عادي والإحداثي الصادي نخليه عشرات فنبدأ الآن صفر وخمسة وثلاثين هذا هو الإحداثي السيني وهذا وين؟ الصادي طبعا شغلنا أكثر بيكون في الربع الأول صفر مع الخمسة وثلاثين في هذا المكان شوف بين الثلاثين والأربعين هذه النقطة ثم عندي سالب واحد وخمسة وسبعين بالمئة السالب بيكون في هذا الجهة قريب إلى الاثنين جدا مع الصفر شوف قريب إلى الاثنين نقوم بتوصيل النقطتين بهذا الشكل هذا المستقيم الأول ثم نشوف المستقيم الثاني صفر مع خمسة وثمانين خمسة وثمانين بين الثمانين والتسعين في هذا المكان شوف الآن في هذا المكان ثم نقوم بعد ذلك بسالب ثمانية مع الصفر وين السالب ثمانية مع الصفر سالب ثمانية ونص هنا طبعا ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ونص في هذا المكان طبعا نقوم بالتوصيل بين النقطتين بهذا الشكل وهذا طبعا نتواصل إياه بهذه الطريقة علشان هنا طبعا نتأكد نشوف هذه هي النقطة اللي يلتقوا فيها المستقيم هذه هي النقطة طبعا بالمصطرة بيكون دقيق فهو الآن سؤاله نحن طبعا نظام الحل بيكون متسق ومستقل حل واحد فقط متسق ومستقل سألني فقر جيم بعد كم يوم يصبح ما قرأه صالح أكثر ما قرأه عبد الله الأيام هذه الأيام هذه هي الأيام نشوف الآن هذه النقطة وين تروح عشان نحصل على الأيام في اليوم الخامس شوف التقوهم في اليوم الخامس إذا نقول له بعد كم يوم يصبح ما قرأه صالح أكثر ما قرأه عبد الله متساوي نقول له في اليوم السادس شوف في اليوم الخامس متساوي اليوم الخامس متساويان شوف التقو في اليوم الخامس متى يكون ما قرأه صالح أكثر ما قرأه عبد الله بيكون في اليوم وين في اليوم السادس هذا هو الجواب اليوم السادس لأنه في اليوم الخامس يكونوا متساويين متى يكون صالح أكثر صالح أكثر يبدي يكون في أي يوم في اليوم السادس هذا بالنسبة طبعا لو قالك تحقق من إجابتك طبعا اتأكد أنه صالح يكون في اليوم السادس أكثر خلنا نشوف الآن نجي للمعادلة اللي فيها صالح هذه هي المعادلة ما فيه طبعا مجال بس نحاول يعني سوف نقوم بالتعويض عن السين بخمسة أو نخليها خمسة طبعا دقا خمسة بيطلع متساوي نعوض بستة في هذا السين فبيصير عندي بالنسبة إلى صالح صادي وساوي عشرين ضرب ستة زائد كم خمسة وثلاثين إذن رح يصير عندي طبعا هذا هو التفسير طبعا عشرين ضرب ستة نطلع الصفر مئة وعشرين مئة وعشرين زائد خمسة وثلاثين مئة وخمسة وخمسين إذن هذا منه هذا صالح عبد الله في اليوم السادس هذا الآن عبد الله في اليوم السادس هذا التفسير الآن رح ناخذ هذه المعادلة عشرة سين زائد وين خمسة وثمانين نقول لي عشرة ضرب ستة زائد خمسة وثمانين عشرة ضرب ستة يساوي ستين زائد خمسة وثمانين إذن هنا نقول لي ستين زائد يساوي كم 145 شوف صالح أكثر لكن لو خليناها في اليوم الخامس ضربنا في خمسة خمسة ضرب عشرين مئة زائد خمسة وثلاثين 135 صالح أو عبد الله عشرة ضرب خمسة خمسين خمسين زائد خمسة وثمانين 135 إذن في اليوم الخامس يكونوا متساويين متى يكون صالح أكثر في اليوم السادس في اليوم السادس والسابع والثامن يكون صالح دائما قرأوا أكثر هذا بالنسبة إلى سؤال سبع ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل المسائل استعمل التمثيل البيانية المجاور لتحديد ما إذا كان كل نظام فيما يأتي متسقا أم غير متسق ومستقلا أم غير مستقل نبدأ بسؤال ثمانية بالنسبة إلى سؤال ثمانية نلاحظ أن عامل السين متساوي يعني متوازيان إحنا قلنا إذا متوازيان لا يوجد للمعادلة حل ويكون غير متسق غير متسق متسق إحنا طبعا هنا ما أبدا ما لجأنا إلى الرسم بس شفنا المعادلة إذا كان عامل السين متساوي يكون المستقيمان هنا في هذه الحالة متوازيان ليس لهم أي حل ويكون النظام غير متسق خلنا نتأكد صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد أربعة هو هذا يكون باللون البنفسجي والثاني طبعا بيكون صاد يساوي سالب ثلاثة سين سالب أربعة بيكون طبعا باللون الأخضر نشوف أنه نلاحظ أنهما متوازيان أو سالب ثلاثة ناقص أربعة هو باللون الأحمر وسالب ثلاثة سين زائد أربعة بيكون باللون الأزرق بيكون هذولا متوازيان اثنينهم طبعا إذن نقول له صاد يساوي سالب ثلاثة سين ناقص أربعة مع الثاني سالب ثلاثة سين ناقص أربعة يساوي هذا هو طبعا هذا باللون الأزرق وهذا باللون الأحمر متوازيان دعنا نشوف الآن سؤال تسعة سؤال تسعة عندي سالب ثلاثة سين سالب ثلاثة سين ناقص أربعة اللب اللون الأحمر مع ثلاثة سين ناقص أربعة اللب اللون الأخضر هذه يلتقيان في هذه النقطة نقطة واحدة بس فقط شوف نلاحظ أن عامل السين مختلف هنا سالب ثلاثة هنا موجب ثلاثة هنا بيكون إذا كان إليه حل واحد يكون متسق وغير ومستقل متسق ومستقل إذا نقول لي متسق لماذا؟ لأن له حل واحد على الأقل ومستقل لأن له حل واحد فقط هذا بالنسبة لسؤال تسعة بالنسبة إلى سؤال عشرة نشوف هذا المستقيم أولا نشوف أي لون طبعا هو أحيانا نغير إليه فوين في المعادلة هذه المعادلة نلاحظ ثلاثة سين نرتبها طبعا ننقل الصاد الجهة الثانية يصير صاد موجب وهذا نجيبه هذا الجهة يصير موجب أربعة فبيكون الترتيب كما يلي يكون عندي صاد يساوي ثلاثة سين زائد أربعة دعنا نحصل على هذا المستقيم في سؤال عشرة ثلاثة سين زائد أربعة هو باللون البنفسجي مع صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد أربعة سالب ثلاثة سين وطبعا هذا بيكون سالب ثلاثة سين زائد أربعة بيكون هذا البلون الأزرق مع البلون البنفسجي فبيكون يلتقيان في هذه النقطة هذا سؤال عشرة الآن طبعا كيف حصلنا عليه رتبنا المعادلة الأولى صاد يساوي ثلاثة سين زائد أربعة هذا هو اللبن البنفسجي هذا اللبن الثاني اللبن الأزرق الباهي وليس الغامق اللبن في الأعلى فبيكون يلتقيان في هذه النقطة إذن بيكون أيضا متسق متسق ومستقل نأكد على المعنيين المعنى الأول المتسق يكون له حل واحد على الأقل المستقل يعني له حل واحد فقط هذا بالنسبة إلى سؤال عشرة ننتقل الآن إلى سؤال الحادي عشر السؤال الحادي عشر طبعا لازم نرتب هذه المعادلة الأولى ننقل الصاد هذه الجهة والأربعة نجيب الجهة الثانية فبيكون عندي صاد يساوي ثلاثة سين ناقص أربعة هذا الأول ونرتب هذه الثانية ترتيب الثانية بيكون صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد أربعة نشوف المستقيمان نحن طبعا نرتبهم بالسين عندي ثلاثة سين ناقص أربعة ثلاثة سين ناقص أربعة اللي باللون الأخضر هذا بيكون اللي باللون الأخضر وعندي سالب ثلاثة سين زائد أربعة سالب ثلاثة سين زائد أربعة اللي باللون الأزرق إذن بيكون اللي باللون الأزرق والأخضر يلتقيان في هذه النقطة نقطة واحدة إذن هذا أيضا راح يكون السؤال الحادي عشر متسق و مستقل إذن نقول له متسق و مستقل هذا بالنسبة إلى الأسئلة من ثمانية إلى سؤال 11 ننتقل للمجموعة التالية مثل كل نظام فيما يأتي بيانيا وأوجد عدد حلوله وإن كان واحدا فكتو طبعا إحنا هنا راح نبدأ بالاختصارات راح نحدد الأزواج لكل معادلة مستقيم المعادلة الأولى الصاد يساوي أربعة سين زائد اثنين طبعا راح يكون عندي إذا كانت هذا طبعا راح نخلي الأول وهنا راح يكون الثاني والطريقة طبعا مرة هذا يكون صفر لحداثه السيني مرة الصادي هو الصفر إذا كان السين يساوي صفر يعني هذا صفر كله بيكون أربعة ضرب صفر صفر يبقى الصاد تساوي كم؟ اثنين وإذا كان العكس إن الصاد هو الصفر هنا طبعا راح يكون عندي قيمة الصاد تساوي سالب نصف يكون هنا سالب نصف طبعا بإمكان الطالب يتأكد من صحة اللهو الأزواج المرتبة المعادلة الثانية هذه المعادلة الثانية صاد يساوي سالب 2 سين ناقص ثلاثة نعوض هذه إذا كانت سين صفر يعني هذا كله المقطع صفر يصير الصاد سالب ثلاثة هذا بالنسبة إلى الزوج الأول الزوج الثاني للمعادلة الثانية راح نقول طبعا الصاد نساوي الصاد بما بالصفر إذا كانت الصاد هي من تساوي الصفر بصير عندي صفر ننقل السالب الثنين سين للطرف الثاني بتكون بالموجة بصير عندي سالب ثلاثة على ثلاثة سالب واحد ونصف سالب واحد ونصف هذا بالنسبة إلى المعادلة الثانية نقوم الآن بعد ذلك بماذا بالتوصيل بينهما اللي هو أربعة سين زائد اثنين صير عندي صفر واثنين وعندي النقطة الثانية زي ما قلنا سالب نصف مع الصفر وعندنا اللي هو المعادلة الثانية صفر مع سالب ثلاثة وعندي النقطة الثانية سالب واحد ونصف مع الصفر دعنا نجيب الآن المعادلة الأولى صفر واثنين في هذا المكان ثم عندي سالب نصف إلى الصفر في هذا المكان لأن كل مربع واحد نقوم الآن بالتوصيل عندي النقطة الثانية صفر وسالب ثلاثة سالب ثلاثة بتكون إلى الأسفل هذا المكان ثم عندي سالب واحد ونصف صفر هذه عندي واحد هذه سالب واحد ونصف شوف الآن هذه النقطتين رح يتقاطعوا مع هذا المستقيم شوف وين بيتقاطعوا بهذا المكان هذا طبعا يكون نظام الحل إذن بيكون نظام الحل هو واحد سالب واحد مع وين سالب واحد نظام الحل سالب واحد ونقول عنه متسق ومستقل إذن سالب سالب واحد مع سالب واحد الحل هو متسق ومستقل حل واحد فقط لهذه المستقيمين ننتقل الآن إلى السؤال الثالث عشر طبعا السؤال الثالث عشر أيضا رح نختصر الأول هذا الأول له سين ناقص ستة بيعطيني زوجين وهم كما يلي إذا كانت السين تساوي صفر الصاد سالب ستة وإذا كان العكس إن الصاد هو الصفر السين بتكون كم ستة السين تكون ستة بالموجب فإحنا الآن رح نمثل هذا المستقيم الأول صفر مع سالب ستة في الأسفل واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية موجب ستة وصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه النقطة الثانية نوصل بينهم هذا المستقيم الأول ثم بعد ذلك المعادلة الثانية سين زائد اثنين إذا كانت السين تساوي صفر الصاد كم تساوي اثنين وإذا كانت الصاد هي التي تساوي صفر فإن قيمة السين يساوي سالب اثنين بهذا الشكل راح نمثلهم الآن صفر مع الاثنين في الأعلى هذا المكان ثم سالب اثنين مع صفر هذه سالب اثنين مع صفر شوف نلاحظ أنهما بهذا الشكل يكونوا شوف المستقيمان متوازيان شوف لا يلتقيان في أي نقطة إذا كان ما يلتقيان نقول له لا يوجد حل إذن هنا واش يكون لا يوجد حل هنا واش يكون غير متسق نسمي هذا النظام غير متسق هنا بيكون متسق و مستقل هذا بالنسبة إلى وين سؤال اثنين وسؤال ثلاثة ننتقل الآن إلى السؤال الرابع عشر أيضا نحاول قدر المستطاع الاختصار إذا كان السين يساوي صفر فإن الصاد تساوي كم أربعة وإذا كانت الصاد هي من تساوي الصفر إذا كانت الصاد صفر فإن السين هي اللي تساوي كم أربعة يكون عندي بهذه الطريقة الثانية المستقيم الثاني هذا المستقيم الثاني أيضا نحاول قدر المستطاع نختصر إذا كان السين يساوي صفر إذا هذا السين يساوي صفر يعني كل ما ألغي يعني ثلاثة صاد يساوي اتناعش نقسم على ثلاثة يساوي أربعة وإذا كان العكس إن الصاد هو الصفر الصاد هذا هو الصفر يبقى ثلاثة سين يساوي اتناعش إذن هنا يكون أربعة بعد شوف نلاحظ إن الأزواج وش فيه هذه الأزواج الأزواج متساوية مثل بعض صفر أربعة أربعة صفر صفر أربعة أربعة صفر يعني إذا رسمناهم صفر وأربعة وين الصفر والأربعة واحد ثنين ثلاثة أربعة هذه النقطة الأولى ثم أربعة مع الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه هي الزوج الثاني طبعا هنا راح نرسم هذا المستقيم الأول هذا المستقيم الأول المستقيم الثاني ينطبق عليه عليه المستقيم الثاني عليه ينطبق عليه نفس النقطة فبيكونوا هنا طبعا دول المستقيمان متطابقان يعني ينطبقان على بعضهما البعض إذا انطبق المستقيمان على بعضهما البعض يكون الحل عدد لا نهائي من الحلول النظام وش يكون إذا منطبقين مو متوازيان إذا منطبقين يكون متسق لأن إحنا قلنا المتسق واش قلنا عنه إن له حل واحد على الأقل يعني ممكن يكون أكثر فهذا بيكون متسق لكن غير مستقل ليش غير مستقل لأن المستقل له حل واحد فقط هذا ولأ إذا كان شوف كل نقطة على المستقيمين تمثل حل إذن له عدد لا نهائي من الحلول متسق وغير مستقل لأن المستقل يكون ليه حل واحد فقط لكن إذا كان ليه أكثر من حل منطبقين على بعضهم البعض عدد لا نهائي من الحلول ويسمى متسق إذن قلنا عدد لا نهائي من الحلول طبعا باقي التمارين الآن إحنا حاولنا قدر مستطاع أن نكون نوضح صورة الحل وإذا كان بعض الأسئلة طبعا الأسئلة فيها أسئلة أكثر إلى هذا الدرس وإن طويلة حاولت أوصل فكرة الدرس وأتمنى طبعا باقي التمارين أن يحاول فيها الطالب أو الطالبة إذا كان الطالب يحتاج إلى مساعدة في باقي التمارين يقدر يكتب إلينا في التعليقات السؤال المطلوب وأنا أحلى إن شاء الله بشكل خاص في فيديو خاص أنا بأكون متابع إلى التعليقات وإن شاء الله يعني أتمنى أن الطالب ما يحتاج إلى المعلم في كل شيء لأن المادة الرياضيات مادة تطبيق فالآن عندك السؤال الخامس عشر السادس عشر الثامن عشر بنفس الطريقة فإذا احتاج أي طالب إلى أي سؤال أنا بأكون في خدمة الطالب مع تمنياتي بالتوفيق للجميع طلاب وطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر